قال الله تعالى في الحديث القدسي أنفق يا ابن آدم أنفق عليك أنفق عليك بركة ومال ورزق وكمان النبي صلى الله عليه وسلم بيبشرنا ويقول لنا لو تصدقتم بطمرة هتلاقيها عند ربنا يوم القيامة زي الجبل قال صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل طمرة طمرة يعني يقدر عليها الغني والفقير من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل الفلو هو المهر الحصان الصغير ومرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم لنا أن الصدقة لا تنقص من المال بالعكس بتزوده وتبارك فيه وتحافظ عليه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهم وذكر منها ما نقص مال عبد من صدقة